لو لك كنت أباءً يا رب أو فاسقًا أو شقياً والمرء من غير دينٍ يا رب لم يسوى في الكون شيئًا يا رب والمرء من غير دينٍ يا رب لم يسوى في الكون شيئًا يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم اجعل صدورنا خزائن توحيدك وألسنتنا مفاتح تمجيدك وجوارحنا خدم طاعتك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً ومرحباً بكم في حلقةٍ جديدة من عقيدتنا نتكلم فيها عن موضوعٍ آخر من موضوعات العقيدة نتكلم عن توحيد الله سبحانه وتعالى نتكلم عن صفة الوحدانية لربنا سبحانه وتعالى نتكلم عن شعار المسلمين فالوحدانية هي شعار المسلم والوحدانية هي كلمة الإسلام والوحدانية هي دعوة الأنبياء جميعاً والوحدانية هي بطاقة المسلم والوحدانية هي التي تنجي الإنسان من الخلود في جهنم والوحدانية هي التي يدخل بها الإنسان في الإسلام وإذا تركها خرج من الإسلام فالوحدانية هي شعار لهذا الدين لذلك كتب العقيدة تسمى بكتب التوحيد فالكلام عن وحدانية الله سبحانه وتعالى هو كلام عن الدين وكلام عن عقيدة المسلم وكلام عن صفات الله سبحانه وتعالى كلها توحيد الله توحيد الله والالتجاء إلى الله والدعاء لله سبحانه وتعالى والعبادة لله سبحانه وتعالى توحيد الله بذاته توحيد الله بصفاته توحيد الله بأفعاله توحيد الله بالعبادة والالتجاء إليه هذه حقيقة الوحدانية التي جاء بها الأنبياء جميعا والتي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هذه دعوة العسل جميعا الله سبحانه وتعالى ما أرسل رسولا ولا نبيا إلا أمره أن يدعو قومه أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده وأن يتوجه إليه فلا يقبل عمل من غير إيمان ولا يقبل إيمان من غير توحيد لله سبحانه وتعالى لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى عن المشركين عن الكافرين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة فإذا ما كان هناك إيمان وتوحيد خالص لله سبحانه وتعالى قولا وفعلا صدقا وحقا فلا يقبل عمل الإنسان الله سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فالله عرف نفسه من خلال الأنبياء ومن خلال الوحي بأنه الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يكن له كفوا أحد لأنه إله واحد لم يكن له كفوا أحد لأنه فرد صمد لأنه ليس له نظير وليس له شبيه وليس هناك خالق معه وليس هناك من يعبد معه سبحانه وتعالى هذه حقيقة التوحيد لله سبحانه وتعالى لذلك كانت كلمة التوحيد التي هي شعار المسلم والتي يدخل بها الإنسان هذا الدين قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام وقول الأنبياء وهو خير الكلام وأعظم الكلام وأعظم عقيدة وأعظم الإيمان لا إله إلا الله وحده لا شريك له هي تختصر العقيدة كلها بل تجتمل على كل معاني الإيمان لله سبحانه وتعالى القرآن أيها الإخوة كلمنا عن العقيدة وعن التوحيد وكلمنا عن الله سبحانه وتعالى وبيّن لنا أهمية التوحيد لله سبحانه وتعالى وأثر هذا التوحيد في نفس الإنسان المسلم من خلال الكلم عن صفاته من خلال ضرب الأمثال من خلال الرد على المشركين من خلال الرد على عبدة الأصنام من خلال الرد على من ألها عبدا من عباد الله سبحانه وتعالى فالقرآن يبين لنا عقيدة التوحيد ويقدم لنا الأدلة الواضحة يبين لنا الأدلة التي تثبت وتتكلم عن الله سبحانه وتعالى بأوضح كلام وأعظم دليل وأعظم حجة من أعظم الأدلة على الله سبحانه وتعالى وحدة الكون والنظام والإحسان والغاية الموجودة في هذا الكون وهذه السنن المضطردة في الكون من الذرة إلى المجرة من الإنسان إلى سائر المخلوقات كلها تدل على وحدة الصانع ووحدة الخالق وهو الله سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلق الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوض؟ انظر للكون ليس هناك تفاوض ليس هناك فجوات ليس هناك نقص في خلق الله سبحانه وتعالى فارجع البصر هل ترى من فطور؟ انظر إلى الكون فتجد عظم هذا الكون وتجد وحدة الغاية والنظام في هذا الكون وحدة النظام وهذه السنن تدل على أن الذي وضع فيه هذه السنن هو الله الواحد سبحانه وتعالى وأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له معيد ولم تكن له زوجة عينه في ذلك فالله هو الواحد الأحد لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى هو يتكلم عن نفسه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون سبحان الله تنزيه لله سبحانه وتعالى عما وصفه به المشركون أن يكون له ولد أن تكون له زوجة أن يكون هناك إله يعينه هذا نقص هذا ضعف الإله سبحانه وتعالى ما اتخذ من ولد وما كان معه من إله لو كان هناك إله ذهب كل إله بما خلق تقاسموا الكون تقاسموا المخلوقات ولا على بعضهم على بعض لحصل التنازع والاختلاف بين هذه الآلهة لذلك الله سبحانه وتعالى تفرد بالخلق وتفرد بالألوهية وتفرد بالربوبية سبحانه وتعالى يقول في موضع آخر لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا السماء والأرض لو كان فيهما آلهة إلا الله هذا دليل فيه تفنيد انظر إلى هذا الكون الكون لم يفسد بل فيه نظام بل فيه إتقان بل فيه أحكام طالما فيه إتقان وفيه إحكام فهناك إله واحد لو كان أكثر من إله لفسدت السماء ولفسدت الأرض فالله سبحانه وتعالى يبين لنا من خلال هذا النظام وهذا الاتفاق الموجود فيه وهذا الترتيب وهذه الحكم والغايات أن الإله واحد ولا يمكن أن يكون أكثر من إله قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا القرآن يناقش أيها الإخوة المشركين والمخالفين على فرط لو كان معه آلهة إلا الله لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا كان ممكن أن يؤثر على الإله كان ممكن أن تكون لهم قوة على هذا الإله سبحانه وتعالى إلى ذي العرش سبيلا ولكن لا يستطيع أحد أن يؤثر على الخالق لأنه ما في خالق إلا الله سبحانه وتعالى ولا يوجد هناك إله مع ربنا سبحانه وتعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء فهو الذي صنع وهو الذي أتقن كل شيء وليس معه أي خالق سبحانه وتعالى عقيدة التوحيد لها الأدلة العقلية والإيمانية ولها أدلة الفطرة التي تدل عليها لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن هذه العقيدة توافق فطرة الإنسان بفطرته السليمة يتوجه إلى إله واحد في حالات الضعف التي يمر بها الإنسان يتوجه إلى الله يا رب ما لنغيرك يا الله هذه الكلمة التي يعددها الإنسان عندما يقول أشكوك إلى واحد أحد أشكوك إلى الله عندما يكون في حال الضيق في حال الشد يقول ليس لنا إلا الله ما في إله إلا الله سبحانه وتعالى ولا نلتج إلا الله سبحانه وتعالى أشكوك لأحكم الحاكمين هذه الكلمات التي تصدر بفطرة عن الناس هي تعبر عن عقيدة الوحدانية والتوحيد لربنا سبحانه وتعالى فالإنسان المسلم هو الذي دوما يعيش مع هذه العقيدة قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له حياتي مماتي نسكي كل شيء في حياتي لله رب العالمين أي لله سبحانه وتعالى الخالق عبادتي وطاعتي وأعمالي وحياتي كلها لله سبحانه وتعالى الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطاعمني ويسقين وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين في حال الدنيا وفي حال الآخرة في حال الضعف وفي حال القوة الذي خلقني الله هو الخالق ليس فقط الخالق وهو الذي يهدي فالله الواحد هو الذي خلق وهو الذي يهدي وهو الذي يطعم وهو الذي يسقي وهو الذي يمرد سبحانه وتعالى وهو الذي يشفي الإنسان وهو الذي يميت وهو الذي يحيي فليس لنا إلا الله سبحانه وتعالى عقيدة توافق وتنسجم مع فطرة الإنسان ومع توجهه لإله واحد وهو الله سبحانه وتعالى هذه الفطرة توحد وجهة الإنسان فلا يعيش في اضطراب وإنما يعيش بانسجام مع نفسه من خلال وحدة الوجهة لإله واحد لخالق واحد بيده كل شيء لا يخشى إلا الله لا يلتجئ إلا لله سبحانه وتعالى لا يطلب إلا من الله كل شيء بيده سبحانه وتعالى هذه كمال الوحدانية لربنا سبحانه وتعالى هناك وجهة لذلك وحدة الوجهة عند المسلمين أساسها أن الإله واحد أن الرب واحد أن الخالق واحد أن المعطية واحد أن المانع واحد هذه أساس وحدة المسلمين وهذا هو الأساس المتين أن الله سبحانه وتعالى وحد بين قلوبهم من خلال عقيدة تجمع المسلمين أينما كانوا وهي عقيدة التوحيد لربنا سبحانه وتعالى توحيد يستقيم مع فطرة الإنسان إذا نزل ضر بالإنسان من يدعوه؟ قال تعالى وَإِذَا مَسَّكُمُوا الضُرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهِ في البحر لو أصاب الإنسان ضر لمن يلتج لا يجد إلا الله سبحانه وتعالى لا يفطن الإنسان لأي شيء لأهل لمال لجاه لقوة لجيش لا يفطن لشيء إلا لله سبحانه وتعالى لأن في حالة الشدائد تبرز هذه الفطرة في حالة الضيق تظهر فطرة الإنسان النقية الصافية لذلك إذا كان في البحر وهاجة الأمواج فتجده مباشرة يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى قال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين إذن في هذه الحالة دعوا الله مخلصين في الدعاء واثقين لأن الله سبحانه وتعالى هو الوحيد لأنه لا يوجد أحد يستطيع أن يخلص الإنسان في هذه الحالة إلا الله سبحانه وتعالى حتى الذين كانوا يلتجئون قلنا هي دين فطرة كلنا يعلم أن المشركين كان يعبدون الأصنام ومع ذلك يعتقدون بأن الذي خلق هو الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ليقولن خلقهن العزيز الحكيم هذه الفطرة الحقيقية أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى لكن كنا نعبدهم قل ليقربون إلى الله زلفة هكذا كانت عقيدتهم إذا أرادوا أمرا كان يلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى يحكي عمران بن حسين كما جاء في مسند البزار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أباه حسين كم من إله تعبد فقال سبعة ستة في الأرض وواحدة في السماء فقال من تعد لرغبتك ورهبتك قال الله الذي في السماء هذه حقيقة التوحيد كان يعلم كان عنده أصنام يعبدها كان عنده سبعة من الآلهة يقول فأشرك مع الإله الخالق سبحانه وتعالى لكن بفطرته علم إذا كان هناك رغبة إذا كان هناك طلب إذا كان هناك حاجة يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فما فائدة هذه الأصنام إذا كان الإله هو الخالق الذي تعده لرغبتك وتعده لرهبتك لماذا الالتجاء إلى مخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يمكن أن يقدم أو يؤخر فالله سبحانه وتعالى تتوجه إليه النفوس بفطرتها لأنه لا يوجد هناك خالق وليس هناك من نتوجه إليه في كل حالاتنا إلا الله سبحانه وتعالى عقيدة التوحيد فيها طمأنينة وفيها أمان نفسي وروحي وعقلي فليس هناك قلق فليس هناك قلق عند الموحد وليس هناك خوف وليس هناك اضطعاب لأنه يعلم يقينا أنه لا يضر ولا ينفع ولا يصر ولا يقطع ولا يعطي ولا يمنع إلا الله سبحانه وتعالى ليس عنده ولاء متعدد وليست عنده تبعية متعددة ليس عنده عبادة لمظاهر الطبيعة بل ليس عنده خوف من مظاهر الطبيعة المشرك دوما يعيش في قلق يعيش في خوف الذين كانوا يعبدون الأصنام كان عندهم خوف وقلق شديد الذين عبدوا أكثر من إله هناك تعدد في الولاء هناك خوف وهناك قلق دائم عقيدة التوحيد تبعث في نفس الإنسان الطمأنينة والخوف والهدوء النفسي ضمام بن ثعلبة عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاء وكلم النبي وكلمه النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان وعن الإسلام خرج موقنا موحدا بربه سبحانه وتعالى جاء إلى قومه اجتمعوا عليه فكان أول ما تكلم به أن قال بئسة اللات والعزة قالوا يا ضمام اتقي البرص والجذام اتقي الجنون قال ويلكم إنهما والله لا يضران ولا ينفع خرج وهو يحمل هذه العقيدة كم شعر بالعزة وبالقوة وبالطمأنينة وبالهدوء النفسي كان يعيش في قلق وفي خوف ممكن الآلهة تغضب علينا ممكن يقع فينا كذا وكذا ممكن الضرنة لا يستطيع النوم خشت إن الآلهة تصيب بمكروب هذه الاعتقادات الفاسدة اللي موجودة عند المشرك فعندما خرج إليهم قال لهم هذه الكلمة الواضحة والله إنهما لا يضران ولا ينفعان هذه لا تضر ولا تنفع هذه الآلهة قالوا اتقي البرص ممكن تصيبك بالأمراض قالوا والله إنهما لا يضران ولا ينفعان فعقيدة الإنسان الموحد عقيدة فيها انسجام مع الفطرة عقيدة الإنسان الموحد فيها هدوء نفسي فيها استقرار فيها التجاء لله سبحانه وتعالى اللهم نسألك توحيدا خالصا لوجهك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لولك كنت أباء يا رب أو فاسقا أو شقيا والمرء من غير دينين يا رب لم يسوى في الكون شيئا يا رب والمرء من غير دينين يا رب لم يسوى في الكون شيئا يا رب